السلام عليكم الحكومات السابقة في سياسة التوظيف واعتمادها على المحسوبية وعلى أمور أخرى لا تموت بآليات التوظيف الحقيقية اللي يحتاجها أي بلد تعلمون أنه من العام 2009 تم سن قانون مجلس الخدمة الاتحادي لكنه ظل معطنا لأحد عشر عام منذ عدة أسابيع ومكتب رئيس الوزراء يعمل على تهيئة مستلزمات تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي ومبادرة التوظيف هذه التي سنعلن عن بعض تفاصيلها الآن هي وحدة من أهم الأمور اللي قام بها مكتب رئيس الوزراء بالتعاون وبالتنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي لتفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي أولاً ولتوفير الوظائف في الطريقة العلمية بعيداً عن الآليات والسياسات السابقة وخدمة لشبابنا العاطل واستثماراً للطاقات البشرية الهائلة التي يمتلكها بلدنا المبادرة المبادرة تعتمد على موقع الإلكتروني هو توظيف.gov.aq بثلاث خطوات بسيطة يمكن لأي عاطل عن العمل أو باحث عن فرصة للعمل أن يدخل إلى هذا الويب سايت إلى هذا الموقع الإلكتروني ويملأ استمارة بسيطة خلال دقائق ويرسلها إلى هذا الموقع لكي تتكون لدى الحكومة ولدى مكتب رئيس الوزراء قاعدة معلومات كاملة عن طبيعة الوظائف المطلوبة وإمكانية رسم سياسة من قبل مجلس الخدمة الاتحادية وبالتعاون مع وزارة العمل من أجل توجيه التوظيف بالطريقة الصحيحة والعلمية واللائقة والعدالة والإنصاف بين استثمار العمالة العراقية وعدم الاحتماد فقط على العمالة الوافدة أنا أترك الحديث الآن للسيد معالي وزير العدل العمل عفوا كي يعطي لكم تقديم عن دور وزارته في هذا الموضوع وطريقة وعلاقتها بهذه المبادرة والتعاون بين وزارته وبين مجلس الخدمة كي تكونوا على طلاع على حجم هذه المبادرة وتفاؤنا الكبير بنجاح فضل معدد شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا تعرفون الآن التحدي الكبير اللي واجه الحكومة ليس الحكومة الحالية فقط وإنما حتى الحكومات السابقة وهذا العدد الكبير وجيوش العاطلين عن العمل رغم أنهم يمتلكون كل المؤهلات الخبرة والكفاءة والمؤهل الدراسي لكن مع الأسف يعني بسبب قلة فرص العمل وسياسة التوظيف غير الممنهجة خلال الفترة الماضية توصلنا إلى وجود هذا العدد الكبير من العاطلين عن العمل أيضا أحد الأسباب هو مجلس الخدمة الاتحادي مضى عليه أكثر من عشر سنوات شرع هذا القانون لكنه لم يفعل إلا قبل سنة واحدة تقريبا وهذا طبعا لتأثير كبير على موضوع سياسة التوظيف وكيفية التعينات وسواء كان بأجر أو بعاقد أو التوظيف الحكومي أو حتى يعني شركات القطاع المختلط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يدقى على مسؤوليتها هم وثقل كبير بحكم مسؤوليتها القانونية أمام العاطلين على العمل وكذلك بحكم جائحة كورونا والظروف الحالية التي أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير وكذلك معدلات الفقر بشكل كبير بفعل الشلل ليس فقط في العراق طبعا في كل دول العالم وهذه ظروف معروفة للجميع وزارة العمل ستتعاون مع مجلس الخدمة الاتحادي وستتجاوب أيضا مع المبادرة التي أطلقها اليوم المكتب دولة رئيس الوزراء بالتأكيد وزارة العمل لديها مستلزمات النجاح كون تمتلك قائدة بيانات رصينة مسجلين بها مليون وستمائة ألف عراقي من مختلف المؤهلات وزارة العمل كذلك لديها صندوق للإقراض أيضا بإمكان أن يدعم هذا الصندوق لدينا مشاكل طرحناها قبل قليل أمام دولة رئيس الوزراء والساد العضاء اللجنة المجتمعين تمثلت بدخول العمالة الأجنبية إلى العراق بطرق غير مشروعة هذه ستكون هناك خطوات حكومية جادة من أجل منح الفرصة الكافية للشباب العراقي أن يحل محل هؤلاء العمال الأجانب وأن لا يكون هناك دخول للأجنبي إلا بإجازة عمل رسمية صادر من وزارة العمل هذا ما اشترضه القانون لكنه غير مطبق في الفترة الماضية أو مطبق بشكل ضعيف يعني يجب أن نعتبره الموضوع الآخر موضوع مجلس الخدمة الاتحادي خلال الفترة القادمة يجب أن يأخذ دوره الطبيعي دوره الذي رسمه القانون ونحن سنكون جزء من هذه المبادرة بالتعاون مع المكتب رئيس الوزراء وكذلك وزارة التخطيط ووزارة المالية ومجلس الخدمة الاتحادي نعمل أن تغير هذه المبادرة شيء من واقع الشباب العراقي ونعتقد المطالب الآن الشباب بالساحات ومطالبهم موضوع التشغيل والتوظيف وهي مطالب حقه ويجب أن الحكومة الآن أخذت المبادرة بهذا المجال وإن شاء الله نحن داعمين لهذه المبادرة كوننا جزء من مجلس الوزراء وما يصدر من مجلس الوزراء ومن مبادرات ومن مكتب رئيس الوزراء بالتأكيد وزارة العمل ستكون متجاوبة ومتعاونة على هذا الأساس لأنه مشكلة البطالة مشكلة وطنية أصبحت يعني أنا متأكد الآن موضوع الاحتجاجات هي أسس مطلبية حقيقية يعني لو الشاب لقاله فرصة عمل كان وضع تغير تماما لأما أنه ما يلقي فرصة عمل وهو صاحب شهادة يعني المعلومة أشير في وزارة العمل في قاعدة البيانات الآن ثمانية آلاف حملت الماجستير المسجلين في قاعدة البيانات وألفين من حملت الدكتوراه وهذه صراحة مأساة يعني لأننا نقدر حجم معنى المؤهل الدراسي يعني يحمل دكتوراه ومسجل في قاعدة العاطلين عن العمل هذه مشكلة يعني فنتمنى إن شاء الله بالمستقبل القريب نكون أمور كثيرة تتغير وكل جهة من الجهات الحكومة يأخذ دورها المرسومة له وفق قوانين نعم شكرا جزيلا الله سكر السلام عليكم سعيدين اليوم بوجودنا في ظهرانكم مع الأخوة في الحكومة مثل الحكومة ومعالي الوزير بالمشاركة في إطلاق مبادرة التوظيف التي تبنتها الحكومة ودولة رئيس الوزراء المبادرة كانت انطلاقة حقيقية مهنية مدروسة بشكل صحيح اجتملت على مجموعة من الوزارات الحكومية إضافة إلى وجود مجلس الخدمة وزارة التخطيط وزارة العمل وزارة المالية هيئة الاستثمار كل هذه المؤسسات التي هي معنية بسوق العمل في العراق صارت فد رؤية رؤية جيدة إن شاء الله ستطرح للجمهور أخواننا أبنائنا شبابنا الموجودين اللي يبحثون عن العمل أو العاطلين عن العمل بإمكانهم الآن تقديم على هذه الاستمارة هذه الاستمارة تشتمل على مجموعة من البيانات سيتم معالجتها بشكل شفاف وبشكل مهني وتوزيع الوظائف في مختلف القطاعات المقطاعات العمل في الدولة العراقية سواء كان ذلك في القطاع الخاص أو في شركات الاستثمار وعقود التراخيص أو في القطاع العام بما يتوفر من درجات وظيفية إن شاء الله مجلس الخدمة سعيد جداً بهذه المبادرة لأنه سيكون مستفيد من مخرجاتها سنؤسس من خلالها إلى قاعدة بيانات تبين حجم الطالبي للعمل الحجم الحقيقي لطالبي للعمل المؤهلات الدراسية المؤهلات التقنية المتوفرة عندهم وتوظيف هذه قواعد البيانات في إعداد رؤية واضحة للحكومة في إدارتها لملف التوظيف واستحداث الدرجات الوظيفية وما غيرها من من تعلقات في شؤون الخدمة أكرر أنا شكر وتقديري لدولة الرئيس لإطلاق هذه المبادرة وتبنيها من قبل مكتبة والإخوان نصار أكثر من أسبوعين أو ثلاث أسابيع في شغل مستمر في سبيل إخراجها بأحسن صورة إن شاء الله نعمل من الأخوان اللي يردون يقدمون على هذه الاستمارة يكونون دقيقين في عرض بياناتهم يكونون واضحين في تحديد مؤهلاتهم وخبراتهم لأن على هذا الأساس خاصة وأن الجانب الأكبر منها راح يكون في مجال التوظيف الخاص البيانات اللي موجودة في هذه الاستمارة سيسأل عنها قبل التوظيف لذا كل ما كانت دقيق البيانات وصحيح البيانات ومجتملة على ما يؤيدها يكون فرصة في الحصول على العمل أكبر إن شاء الله شكرا جزيلا شيء مهم أريد أضيفة أنه لا يتخيل طالب الوظيفة أو الراغب بالدخول إلى هذا الموقع وملء الاستمارة لا يتصور الموضوع معقد الموضوع بسيط من ثلاث خطوات فقط الدقة اللي أشار لها الدكتور في ملء الاستمارة مهمة جدا شيء أساسي أيضا أراكز عليه أنه العامل البشري لن يتدخل مطلقا في عملية اختيار من يعني الأمر التقني لن يتدخل العامل البشري من بداية ملء الاستمارة حتى المباشرة بالعمل أو المكان اللي ممكن سيختار البرنامج الأليكتروني للتوضيي بعد مقاطعة المعلومات واللي أريد أكد علي مرة ثانية أنه هذا لا يشمل فقط التوضييف في القطاع العام في المؤسسات الحكومية تعلمون مثلا على سبيل المثال أن قانون الاستثمار يقوم 13 سنة 2006 يلزم الشركات الاستثمارية بتوظيف خمسين بالمئة من العمالة العراقية لكن هذه المادة غير مفعلة بحجة أنه الطاقات البشرية العراقية العاملة غير قادرة ولا تمتلك المهارات الكافية كي تستغلها أو توظفها شركات الاستثمارية لكن وزارة العمل تمتلك العديد من معاهد التدريب وتمتلك العديد من الإمكانيات التي ممكن أن تأهل العامل العراقي الموظف العراقي لكي يعمل في أفضل الشركات العالمية المستثمرة داخل العراق وهذا كمثال أنا الآن مستعد لأي سؤال يطرح سواء إلي كممثل عن الحكومة وعن هذا المبادرة أو لمعالي الوزير أو للسيد رئيس مجلس الخدمة الاتحادية السلام عليكم السلام عليكم مؤيد فرطوس من العراقية عندي سؤال من شق واحد لجنابك والثاني السيد المعالي ورئيس المجلس نحن نبدأ حضرتك هو ليس بعيد عن هذا الموضوع قضية الأزمة المالية والضائقة التي يعاني منها العراق بخصوص التخفيض النفطي العراقي يعني خفض بحدود مليون إلى مليون ومئة ألف برميل يوميا هل ممكن مفاتحة العراق خصوصا الآن علاقات جيدة علاقات مع الدول الفاعلة بالأوبك استثناء العراق من هذا التخفيض سيما أن التخفيض يعني يقدر بحوالي 40 إلى 50 مليون دولار يوميا فهذا ممكن يكون مهم هذا سؤال جنابك والمعالي سيد الوزير معاليك هل فترة زمنية محددة لهذه المبادرة التي اطلقها دولة الرئيس فترة زمنية محددة لاستيعاب جميع العاملين أو الشباب الباحث عن العمل وأيضا للدكتور رئيس المجلس خدمة التحادي هناك تصريحات لوزراء مهمين في الحكومة وزير التخطيط وزير المالية عن وجود أكثر من 250 ألف فضائي في الوظائف ودوائر ومؤسسات دولة هل ممكن السيطرة على هذه الوظائف الوهمية هؤلاء الفضائيين سيما وأنتم أطلقتم مبادرة لاستيعاب عدد كبير من الشباب الباحث عن العمل شكرا لكم جميع مؤيد ذات سباح لسؤالك خارج موضوع المؤتمر الصحفي هذا باشر إن شاء الله بعد المؤتمر الصحفي الأسبوعي الخاص بجلسة مجلسة وزراء ممكن أجاوبك علي ولا تساس أني علي أما بخصوص السؤالين خسرا المبادرة فأترك معا الوزير ودكتور محمود جاون يعني بالتأكيد المشكلة لا نتصورها بهذه السهولة تعرف أعداد مئات الآلاف أن نمنق الملايين العاطنين عن العمل والذين لديهم مؤهلات فهو بانطلاق المشروع سيبدأ التقديم بشكل أصولي وأنا أعتقد وتكلمت بهذا الموضوع مرات ومرات عديدة موضوع التزام بالقوانين والقرارات يعني كيف أمنح العراقي فرصة للعمل وهو ينافس من قبل مئات العمال الأجانب اللي يدخلون إلى القطاع الخاص مختلف يعني فروع القطاع الخاص ونشاطات القطاع الخاص يعني كيف أسيطر على هذا الموضوع يعني موضوع دخول الأجانب بلا خلاف للقوانين الوزارات الحكومية أيضا والهيئات المستقلة وهيئة الاستثمار أملأ عليها القرارات مجلس وزراء وكذلك نظام الاستثمار أنه تشغل ما لا يقل مو فقط خمسين ما لا يقل يعني ممكن شغل ثمانين بالمئة من العمال العراقيين يعني بنغاليين وباكستانيين واندونيسيين وفلبينيين زين ويأخذون امتيازات ثقوا أفضل من العراقي حقوقهم محفوظة تماما حتى في ظل جائحة كورونا الآن حقوقهم محفوظة والعراقي حقوقهم غير محفوظة فمنطلوب الالتزام بالقوانين وبقرارات مجلس الوزراء وبالتأكيد مكتب دولة رئيس الوزراء وكذلك نطلب من الجهات المعنية الالتزام تحديدا بهذه القرارات مجرد الالتزام ينهينا مشكلة كبيرة صراحة مع ثلاثة معيك ثقف زمني هل هناك ثقف زمني لهذه المبادرة يعني اعتقل مكتب رئيس الوزراء بالمناسب هذه إضافة مهمة حول دور هذه المبادرة هذه المبادرة جاءت لتفعيل هذه القرارات التي أشار لها مع الوزير هناك الكثير من الطاقات بالبلد لماذا لا تلتزم بعض المؤسسات لا تلتزم بعض الشركات بتوظيف بالقرارات والقوانين التي تنص على توظيف العراقيين بوجود هذه الطاقات البشرية هذه المبادرة جاءت لتفعيل هذه القرارات والقوانين وهذه التحسائل التي تتعسق في الزمني هذه المبادرة مفتوحة لحين تبقى مفتوحة لحين إيجاد الحل العلمي لطريقة التوظيف بالبلد وقدمت بداية المؤتمر الصحفي أنه منذ 2003 لحد الآن طريقة التوظيف أخذت طرقا أدت إلى ما نحن عليه الآن هناك الكثير من الطاقات الكبيرة هي خارج الخدمة سواء الخدمة العامة والخدمة الخاصة وهناك من لا يستحق مكانه موجود الآن في أماكن مهمة وضمن مؤسسات الدولة وحتى في القطاع الخاص هذه المبادرة جاءت لتفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي وبالتعاون مع وزارة العمل وبقية الوزارات من أجل أن يأخذ كل صاحب حق حقه وأن العمالة الوافدة لا تؤثر تأخذ استحقاقها الطبيعي لكن لا تؤثر على الطاقات البشرية الهائلة اللي يمتلكها بلدنا أنا استكمال اللي تفضل بي أستاذ أحمد والمعالي معالي الوزير احنا عدنا مشكلة بالتوظيف من سنين طويلة وماكن داعي نخوض بيها ونبين أسباب اللي هي معروفة للكل واقع الحال اللي ظهر بالمجلس ظهر في واقع حال مزدري جدا في ملف الخدمة العام من نسمع لفظة هاي لفظة جديدة ان شاء الله رح تسمعوها من نقول ملف الخدمة العامة هو ملف يجتمل على أكثر من 17 مهمة تتعلق بالخدمة العامة جزء من هذه المهام هي مهمة التوظيف الآن بسبب الظروف اللي دايمر بي البلد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي أصبحت هذه المهمة هي عنوان للمجلس واللي هي الأهم ونقدر هذا الشيء وننتعامل معه الحكومة شافت أنه عملية استيعاب هذه الأعداد الهائلة من العيد العاملة ومن الطاقات البشرية في مجال التوظيف الحكومي ما ممكن هذا يعني ما ممكن قبوله لا عقلاً ولا منطقاً ولا مادياً ولا أكوهي شيء إمكاني بحنكة الحكومة بحنكة الحكومة والأخوة المستشارين وجهود مكتب رئيس الوزراء أطلقوا هذه المبادرة التي هي بالأعمل الأغلب من مخرجاتها يجب أن تكون متوجهة باتجاه القطاع الخاص القطاع الخاص الآن هذه مو بدعة في العراق هذه مو بدعة موجودة بالدولة العراقية الآن كل الاقتصادات الناهضة كل الدول الناجحة في مجال التوظيف هي ابتعدت عن التوظيف المركزي وتجهت التوظيف الحكومي وتجهت باتجاه التوظيف الخاص المبادرة الآن رح تبين المؤهلات الفضل معالي الوزير أنه أكون متطلبات للشركات الأجنبية والمستثمرين واستندرات عالمية هذه الاستندرات العالمية من تجه أي شركة تريد تنفذ بالعراق لازم يكون يد العاملة العامل العراقي مؤهل وفق هذه الاستندرات المبادرة رح تعرف العمل كم هم الخريجين كم هم متقنين اللغات كم هم متقنين المهارات الثنية ويبدأ التصنيف في ضوء يعني عالية مدروسة يبدأ التصنيف لهذه الوظائف اللي يحتاج منها التأهيل رح تبادر وزارة العمل إضافة لوزارة التخطيط بالتأهيل لرفع مستواهم إلى المستوى المطلوب للتوظيف الشركات الأجنبية رح تطي احتياجاتها للحكومة أنا محتاجة هلق العمال أهلوا ليهم بهذه الطريقة التوظيف يكون من خلال الحكومة وليس بطريقة عشوائية أو محسوبية أو كما هي معروفة فيما يتعلق بملف الفضائيين والمصطلحات المتعلقة بالتسرب من الوظيفة للأسف أنا من ممقطي هذه الكلمات لأن هذه الكلمات تسيء إلى هيبة الدولة ومؤسسات الحكومية هم ثلة قليلة ليسوا بالكثير أساءوا للكثير من العاملين في مجال الخدمة موظفي الدولة العراقية للأسف هم مظلومين من وجهة نظر مجلس الخدمة لجهة عدم توظيفهم بالطريقة الأمثل للاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم البشرية كثيرا من النماذج الدولية التي هي معدومة الموارد إلا من الموارد البشرية استثمرت في الإنسان ووصلت إلى مراحل متقدمة جدا رؤية المجلس ضبط إيقاع الوظيفة بطريقة علمية وبطريقة مهنية حصر التسرب واللا مبالاة لبعض الموظفين للأسف واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون ضباط موظفي الدولة وغيرها من قوانين المتعلقة بالخدمة شرع المجلس من أول أيام تأسيسه ببناء قاعدة البيانات نحن على مد نعرف إذا قد عندنا متسربين لازم أول مرة نعرف أعداد الموظفين وطريقة تقسيمهم على المؤسسات الحكومية من خلال هياكلها التنظيمية وهياكلها الوظيفية إن شاء الله بعد ما تكتمل قاعدة البيانات هذه اللي الآن كان بها توجيه من الحكومة بضرورة إكمالها بأسرع وقت إضافة إلى أكو لجنة سابقة بقرار مجلس وزراء برئاسة وزارة التخطيط شكلت لغرض حصر الموظفين وبيان الهياكل الوظيفية الآن أنا من عرفت الموجود العدي وعرفت المكان اللي هو يكون بيه مفروض تبقى مسألة بسيطة جداً وهي سهلة ليست بالمعقدة بقضية إلكترونية أو بطريقة فنية معينة نقدر نعرف منه المتسرب من الوظيفة وتتقد بحق الإجراءات هي ليست بالمعضلة الكبيرة المعضلة الأكبر هي إدارة الكتلة البشرية الهائلة هذه قضية المتسربين يعني علاجها سهل لكن مع قلة الموارد مع قلة الإمكانيات المادية تعمل الحكومة والمجلس يدعم أيضاً لاستهداف مشاريع ستراتيجية توظف أكبر عدد ممكن من الأيد العاملة تستثمر أكبر قدر ممكن من الموظفين الفعليين الموجودين ونمشي بخط متوازي لا نضغط على الميزانية بشكل كبير بحيث بعد ما نقدر نعين للمستقبل ولا نترك القضية يعني بلا دراسة ونضغط عليها بالتعيينات أكثر من قابلية شكراً السلام عليكم مراسلة قناة التغيير ندال مرسومي الشق الأول من السؤال يعني هذه الخطوة هل ستنهي المحسوبية والمنسوبية يعني من يستحق التعيين رح يحصل على فرصة بالتعيين خصوصاً أنه كثير من الخريجين الحاصلين على معدلات عالية يعني سواء خريجين معاهد أو كليات لكن لم يحظوا بفرصة التعيين بسبب أن حالات الابتزاز اللي كان يتعرضون إنها أنه يحصلون على درجة وظيفية مقابل مبالغ مالية الشق الثاني بعد إطلاق مبادرة التوظيف يعني كيف سيتم تمويل المتعينين الجدد خصوصاً أنه العراق يمر بأزمة مالية كبيرة شكراً جزيلاً مثل ما ذكرت ثلاث خطوات بسيطة يدخل الطالب للتوظيف اللي يريد يستثمر مبادرة التوظيف هذا يدخل إلى الموقع بثلاث خطوات بسيطة يملأ استمارة المعلومات يضغط يأتيه إيميل يجاوب على الإيميل يأتيه إيميل ثاني لن تتدخل نهائياً العامل البشري لن يتدخل في هذا الموضوع الموضوع التوظيف لن يكون فيه غالبة إذا أريد أن تنسبه 90% سيذهب إلى القطاع الخاص سؤال الش الثاني 10% ممكن أن تستوعب بعض مؤسسات الدولة والوزارات بحكم حاجتها وبحكم قدرة الموازنة الاتحادية على الإيفاء بتعاهداتها لهذه الموظفين لكن أرجع لسؤال الش الأول وأقول أنه عملية بسيطة الإلكترونية سيتم تحديد بالضبط ونشر هذا الموقع الإلكتروني بسهولة جداً ما شاء الله اليوم شعبنا وناسنا أطفالنا من السهل جداً أن ندخلون إلى أي موقع ملء الاستمارة بسيط جداً ولن يتدخل بالعامل البشري وجميع حقوق المتقدمين لهذه الوظائف وفق موادرة التوظيف هذه حقوقهم محفوظة وسيتوجه غالبيتهم نحو القطاع الخاص كما أشرت لعدم إثقال كاهل الموازنة العراقية التي أثقلت كثيراً خلال السنوات الماضية وجاءت هذه الخطوة وإن كانت متأخرة لتصحيح سياسة التوظيف الخاطئة طيلة 17 سنة الماضية أنا أشكركم جزيلاً شكر أهل عفوة فضل السلام عليكم محمد زهيري مراسل قناة العهد سؤالي للسيد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي توجد هناك فقرة في قانون مجلس الخدمة الاتحادي تنص على تشكيل معهد توظيفي أو معهد وظيفي لتهيئة الخريجين ومن ثم تعيينهم هل تم إعداد هذا القانون الخاص بالمعهد ومتى سيتم إرساله للبرلمان نعم شكراً عفواً هو مو معهد لتأهيل الخريجين هو في نص القانون بالي؟ نعم هو في نص القانون يشكل معهد للخدمة هذا المعهد مهمته تأهيل الكوادر داخل الخدمة وليس خارج الخدمة يشكل بقانون شرع المجلس بالخطوات المهمة في وضع مسودة مشروع هذا القانون من خلال تشكيل لجنة اجتملت على أكثر المؤسسات الحكومية المختصة في هذا المجال على سبيل المثال التعليم العالي مجلس الدولة وزارة التخطيط المالية الأمانة العامة هذه المجنة مهمتها وضع مسودة قانون معهد الخدمة معهد الخدمة إن شاء الله نتأمل منه راح يخلي برامج تدريبية وتطويرية متقدمة جداً وفق نظم ومعايير دولية باعتبار المؤمل للدولة العراقية أنه يسير بها انفتاح إن شاء الله عالمي لاستقطاب الشركات والاستثمارات أما فيما يتعلق بالخريجين على ما تصير واضحة الفكرة قبل الإجابة مجلس الخدمة يتعامل مع المعين على ملاك الدولة سواء كان تعيين دائمي أو أجريومي أو عقود خارج ملاك الدولة نطاق القانوني يتوقف ما عندي عن الصلاحية القانونية للخروج الآن في الوقت الحاضر للخروج إلى خارج نطاق الوظيفة العامة تفضلت بي جنابك الآن وزارة العمل قايمة بي من فترات طويلة أن الخريجين اللي يريدون يطورون مهاراتهم موجودة مراكز وورش التدريب موجودة أنا قبل شوية أسمع من معالي الوزير فتشي مبهج بس للأسف قلة المتابعة يجوز من بعض الشباب أن يرحون لها المراكز الآن هذه المراكز إذا أخذت دورها الحقيقي في وزارة العمل وأهلت الخريجين حسب الرؤية الاقتصادية أو الاستثمارية اللي راح تصير إحنا كانت الغاية من حضور وزارة التخطيط وهيئة الاستثمار لإطلاق هذه المبادرة كي نحدد يعني على وجه الدقة أن وزارة التخطيط شمي مشاريعها المستقبلية اللي تريدها كي نؤهل الشباب من خلال وزارة العمل أو من خلال وزارة التخطيط نؤهل الشباب الراغبين بالعمل لتولي الوظيفة لا ننتظر عن نتج الوظيفة وبعدين نقعد نأهله ونفقد فرصة بالتوظيف وزمن زمن نحن أمس الحاجة إليه باستيعاب هذه الطاقة فهذا المقصود بالمعهد في القانون نفس القانون هو شكل أو طلب من كل وزارة أو مؤسسة حكومية أن يكون فيها مركز للتدريب سماها مدرسة هي كان أخلل باللغة مدرسة للتدريب هذه مدرسة التدريب تعمل بإشراف المعهد الذي سيشكل والذي سيضع سياسات التدريب وخطط التدريب وآليات التدريب وين يريد يوصل بالتدريب والذي هو كله بالأساس يعني هي منظومة واحدة تتعاون بها كل المؤسسات الحكومية المجلس يتحرك باتجاهات ثلاثة مرة يتحرك مستقل فيما يخص المقرارات ومرة يتحرك بالاشتراك مع المؤسسات الحكومية على ما يقدر يبني رؤية وتصور صحيح يعرضها على الحكومة والحكومة تتقذ بالقرار ومرة لا المؤسسات الحكومية تبادر مثل ما موجود الآن في وزارة العمل وغيرها من الوزارة أريد أن أختم المؤتمر الصحفي هذا بالتأكيد على أنه مكتب رئيس وزراء خلال السابيع الأربع الخمسة الماضية وبدل جهدا كبيرا من أجل توفير كل الأمور اللوجستية التي تخص مجلس الخدمة من مقرات موظفين وكل أمل مكتب رئيس وزراء في مجلس الخدمة كهيئة مستقلة أن تقوم بدورها المطلوب منها من أجل توجيه طريقة التوظيف وآلية التوظيف الآلية والطريقة الصحيحة أشكركم والشكر الجزيل وألتقيكم إن شاء الله باشر